أقامت كلية إدارة الأعمال في جامعة بولي تكنيك البحرين فعالية بعنوان يوم التسويق السنوي لطلابها وذلك في مجمع وادي السيل التجاري بمنطقة الرفاع حيث عرض طلاب الجامعة أكثر من 60 نشاطاً تجارياً يمثل أكثر من 70 علامة تجارية متميزة البرنامج عندنا يتكون من كورسات كلها عملية فمن ضمن التطبيقات العملية للكورس وللمنهج لازم يسويون بيزنس ولازم يسويقون البيزنس أو المشروع مالهم ويجيون اليوم يسويون مبيعات يسويون تسويق يجتذبون العملاء ويجيبونهم المال وبعدين يقنعونهم بالبيزنس مالهم وبأفكارهم وبالمخرجات العملية اللي يسويونها هاي الموضوع يتكرر في السنة الأولى السنة الثالثة فهالصوب سنة الأولى هالصوب سنة الثالثة وكل الكورسات مالنا كلها مبنية على الجزء العملي فيه تطبيق للنظري على فكرة يعني هاي مو مجرد بس يوم تسويقي هاي امتحان يعني هم الحين يتم حساب درجات لهم على مجهودهم وعلى أفكارهم وعلى تطبيق اللي يسوينا وفيه طبعا بزنس بتسوي أحسن وفيه بزنس بتسوي مبواجدين بس مشكورين على مجهودهم من كلهم جو كلهم رتبوا المشاريع مالهم وكلهم عندهم فكرة أو رؤية واليوم تطبيقها ونشوف مدى نجاحها من عدم نجاحها الفكرة اليوم ان احنا نحمي البيئة تحت البحر ومنها السماتش والبيئة كاملة اللي تحت البحر بنشذي احنا سوينا كامبين اليوم ونصنع تي شرت مصنوعة من رسايكلت بلاستيك وبنعرضها كاملة هني اليوم بتشوفونهم الحلو في الموضوع ان حتى الصناعة من هاي التي شرت فلي سستينبل فثلاثين بالمئة تقلل من كاربون دايوكسايد عشرين بالمئة تقلل من الماي فهي سستينبل كامل البروجيكت مالنا عبارة عن دات بيتو ماركتين أو دات بيتو للتسويق اللي احنا نسوي اللي نعرض خجمات تسويقية من شتة انواع حق المشاريع الصغيرة والمايكرو اللي هما الانستغرام اكاونتو اللي اصغر يعني احنا قاعد نفوكيسنج او التارجت مال من المايكرو وان سمول بزنزززز لان الشركات الكبار ما يعطونهم اهمية فاحنا دات بيتو ماركتينج هي شركة توظف الماركتينج راجوت من تخصصنا تيبهم عشان تحلل المشاكل حق المايكرو وان سمول بزنززززز جديد ذكره بان هذه الفعالية الضخمة شارك في معرضها اكثر من ثلاثمائة وخمسين طالبا وطالبة من السنة الاولى والثانية والثالثة بالاضافة الى العديد من الخارجين وزوار المجمع اشتركوا في القناة